يستمر برنامج أجال الشرطة التدريبي في إمارة الفجيرة بتنمية مهارات طلبات المدارس في دورة التاسعة عشر للطلبة والخامسة للطالبات من شاركة ستمائة وتسعة عشر فردا من خلال تدريبات عسكرية وأكاديمية محترفة بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية وتوعوية الجهد واضح نتائج طيبة حتى نتائج في موضوع الأكاديمي الميداني نتائج مشرفة تلتمس فيهم المسؤولية حب العمل في هذا الموقع حبهم العمل في مجال الشرطة انطباعهم فوق الممتاز مثابرتهم حضورهم الالتزام عندهم فوق الممتاز نتائج طيبة طبعا نحن نكرم الآن الأسبوع الثاني وبدأنا في الأسبوع الثالث نكرم المتميزين خمسة من فئة الشباب وخمسة من فئة البنات وكلهم في المجال الأكاديمي الميداني الأسلحة الانضباط تم تصميم الدورة لتعزيز ذقافة المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية فضلا عن تنمية المهارات الجماعية وإدارة الوقت الحمد لله تعلمنا الكثير من الأشياء منها الانضباط في الوقت والهندام والرماية والتركيب وفك الأسلحة وإن شاء الله يكون قيد المسؤولية أنصحكم في الدورة رياية سجون فجال الشرطة عشان تطورون ذاتكم وشدوا حيلكم شملت تدريبات مجموعة من المهام مثل السلامة المرورية ومواجهة مخاطر المخدرات وكيفية التصرف في حالة الطوارئ والأزمات لسقل قدرات المنتسبين وزراء الحب الانتماء للوطن ولرفع كفاءتهم وفق معايير التدريبات المعتمدة لترسيخ روح المسؤولية وتعزيز قيمة العمل الجماعية اشتركوا في القناة